السلام عليكم وحبتي انا رايد الجعفري درسنا اليوم عن if statement او if الشرطية الشور راح نستخدمها فمثلا اجي هنا اختار if هذا الفرقة هنا قلنا هذا المن اخلي بي الشرط ماتي هنا انا الشرط معناته انه انا اذا اتحقق عندي الشرط نفذ ما موجود بداخل ال if اذا ما تحقق عندي هذا الشرط لا تدخل اصلا لل if لا تنفذ اي شي من داخل ال if نفذ ما بعد ال if فمثلا لو اجيت انا من خلال if statement ردت اجمع رقمي طبعا هاي المجموعة الخضرة اسمها operation operators العفو ال operators معناتها انه كل العمليات الرياضية موجودة هنا فمثلا انا راح اختار اول شي الجمع طبعا تنشوفه هنا بسكراش عندنا الشكل يفرق يعني انا اقدر اخلي هنا الشرط لكن ما اقدر اخلي شكل عملية الجمع اللي هو البيضاء لكن اقدر اخلي هنا اقدر اخلي هنا اقدر اخلي هنا اقدر اخلي هنا اه تمام ممكن زين لو نجي اليوم نشوف حاصل جمع رقمي فمثلا لو كان عندي ثلاثة زائد سبعة حسنا هذا الشرط مالدي ثلاثة زائد سبعة عشرة اذا كتبت تساوي عشرة اذا كتبت تساوي عشرة فهنا راح ينفذ ما داخل الاف اذا كتبت تساوي خمسين فهنا راح ما يدخل داخل الاف ما راح يدخل بهاي المنطقة ولا ينفذ البلوك اللي موجود هنا وراح يبدي اه ينفذ من الخطوة اللي بعد الاف زين هسا خل نجي هنا ونشوف هسا انا راح بالبداية راح اخلي true الصح راح نخلي قلنا صح راح نخلي عشرة شنو اللي اريد ينفذ لي مثلا يطيني ميسيج يقولي الاجابة صحيحة صحيحة ومثلا خل نقولي يغير لي حجم القط مثلا ويغير لك حجم القط بمقدار 25 تمام اوقت انه اضيف لها event واضغط على العلم منها راح يتنفذ عندي هذا الكود راح يتنفذ ما موجود بداخل هايا الاف خل نشوف الحل ونشرحه بعدها راح اضغط على العلم كبرها اضغط على العلم الاجابة صحيحة راح يكبر حجمه تمام شنو اللي صار عدنا نرجع للفيديو مال التسلسل وش قلنا احنا قلنا احنا عدنا كل شي بالبرمجة بالكودينج انه يمشي حسب تسلسل معي فايجى بالبداية انا عندي وين افلاقي كلكت ضغطت على افلاقي اي ضغطت على افلاقي بعدها ايجى اش لقى لقى F statement F الشرطية من لقى F هل الشرط صحيح هل 3 زائد 7 يساوى 10 نعم يساوى 10 اذا انطيني مسج قللي say الاجابة صحيحة لمدة الثانية بعدها انه غير للحجم بمقدار 25 زين هسا لا انا راح اغير الاجابة راح اسويها 70 ثلاثة زائد 7 يساوى 70 و راح اخلي هنا اه مسج تقول لي الاجابة خاطئة الاجابة خاطئة راح اعيد التنفيذ القديم بس حتى تشوفوا شوف بالتنفيذ القديم سوري راح اخلي عشرة راح انفذ اضغط على العلم شوف اخلي هنا اقلي الاجابة صحيح لا راح اخلي 70 و اخلي خارج اش راح يطلع لي مباشرة نقلي الاجابة خاطئة شنو معناها معناها انه هو ما دخل اصلا بهذا اللوب او هذا الشرط ما حق الشرط ما دام ما تحقق بما انه ثلاثة زائد سبعة لا تساوي سبعين اذا نفذ ما بعض هذا البلوك او الاف بلوك اتمنى تكون الصورة واضحة راح نكمل الدرس القادم مع السلامة